رحب حضراتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المتواصلة على شاشة تلفزيون المصري لقمة القاهرة للسلام والتي انطلقت في الصباح من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة ومن مصر دائما ودور ريادي لدعم القضايا العربية نعم هي قمة أتت بمشاركة واسعة من عدد من الدول والرؤساء وممثلي الأفود المختلفة من 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية الفاعلة في المجال والهدف هو العمل الجمعي للوصول إلى تهدئة للقضية الفلسطينية وتصعد الأزمة التي باتت تراوح مكانها منذ 15 يوما في تضييق للخناء خاصة في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في هذه الكلمة واضحا في افتتاح القمة بحضور عدد من الرؤساء حول أهمية وجود العمل الجماعي وأن الإنسانية تمتحن في هذا الاختبار من أجل وجود حياة كريمة للشعب الفلسطيني وفق حقوقه المشروع وأيضا التأكيد على إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو عام 67 أكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة القاهرة للسلام بتأتي في أوقات صعبة تمتحن فيها كما ذكرنا إنسانية قادة دول العالم وخلال افتتاحه لقمة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة أشار سيد الرئيس إلى ترقب شعوب العالم لمواقف قادتها هذه اللحظة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة نلتقى اليوم بالقاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانياتنا قبل مصالحنا تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص وأقول لكم بصراحة أن شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب بعون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري الحالي منذ السابع من أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية